قال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب كامل الوزير إن معدلات الحفر الجاف بالقناة بلغت بعد مرور 145 يوما من بدء العمل 269 مليون متر مكعب بنسبة بلغت أكثر من 92% من المخطط وأضاف الوزير خلال المؤتمر الدوري الذي أقيم بموقع حفر القناة الجديدة إن عدد العاملين بالموقع بلغ 23 ألف من 84 شركة بالإضافة إلى كتيبتي طرق تابعتين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما بلغ عدد المعدات بالمشروع نحو 4300 معدى الأسبقيتين مع بعض أو في بند الحفر على الناشف في كل المشروع حوالي 250 مليون متر مكعب أعمال حفر عملنا منها لحد النهاردة 169 مليون متر مكعب يعني نسبة تنفيذنا الإجمالية المشروع بالكامل حوالي 169 مليون دول منهم 165 مليون مليون في الأسبقية الأولى الأولى أذكر نفسي تاني وأذكر حضراتكو 180 مليون دي اللي عبار عن قناة الاتصال الرئيسية قناة السويس الرئيسية زائد الأربع خنوات اتصال دول إجمال أطولهم 35 واربعة 39 كيلو متر طولي فيهم حوالي 180 مليون عملنا منهم 165 مليون متر مكعب بنسبة 91.5% من ال180 مليون أعلنت تهيئة الطرق الكباري إنهاء 45% من برنامج الصيانة العاجلة للكباري خلال 2014 بالإضافة إلى التعاقد على أحدث المعدات لصيانة الطرق سيبدأ استخدامها اعتبارا من الشهر الجاري وأكدت الهيئة أنها نجحت خلال العام الماضي في الانتهاء من رفع مستويات الأمان والسلامة لأربعة وخمسين طريقا وتبدأ خلال يناير الجاري في أربعة وخمسين طريقا أخرى يتم الانتهاء منها منتصف العام أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد حالات الإصابة بمرض في الونزة الطيور خلال عام 2014 ارتفع إلى 29 حالة بعد إصابة حالتين من الجيزة والمنوفية وقالت الوزارة أنه توجد خمس حالات تحت العلاج بينما تم شفاء 13 حالة وتوفيت 11 حالة من إجمالية أعداد الحالات البالغة التسعة وعشرين أمر محافظة سيوت لواء إبراهيم حمد بإحالة حادث إصابة طالبات جماعة الأزهر بأسيوت بالتسمم إلى نيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث من جانبها أعلنت وزارة الصحة عن وجود 155 حالة اشتباه في تسمم غذائي بين الطالبات خرج منهن 137 حالة فيما بقيت 18 حالة تحت الملاحظة وفي أصوان تم إنقاذ اثنين من السائحين الأجانب كان يتنزهان على متن مركب شرعي بنهر النيلة حيث لم يستطع صاحب المركب التحكم فيها بسبب قوة الرياح وارتفاع الموج ما أدى لغرقه واستطاع مركب آخر كان قريبا من مكان الحادث إنقاذ السائحين وصاحب المركب الغارق قررت هيئة موانئ البحر الأحمر والإسكندرية إغلاق بعض الموانئ البحرية بمحافظة طي السويس والإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم إغلاق ثلاث موانئ هي بور توفيق والأدبية والزيتيات بالسويس بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من ثلاثة أمطار كما قررت هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق ميناء بغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة ترجمة نانسي قنقر